الاحتفال بمناسبة عيد الحب لم يكن تقليداً معلوفة لدى أهالي محافظة الأمبار التي يغلب في مجتمعها الطابع المحافظة لكن هذا لا يعني خلوها تماماً من المحتفلين بهذه المناسبة وإن كانت على نطاق محدود كتعبير عن حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها المحافظة بعد سنوات من الحرب والدمار محافظة الأمبار ما زالت تحت إطار عشائري تحت إطار معين يقتصر على الحب داخل العوائل فقط يعني ما تشوف مظاهرة بالشارع تشوف أنه يبيعون هدايا يبيعون الدبدو بالأحمر والورود والكيك أيضاً يوجد عوالدة تشتري كيك وتحتفل للحب نحن موضت هذه الفكرة لكن ضد الالتزام داخل إطار الأخلاق والتربية عدد محدود من محال بيع الهدايا تمارس نشاطها في أسواق مدينة الرمادي مركز محافظة الأمبار بعض أصحابها رفض الحديث أمام الكاميرا لأسباب يقولون أنها خاصة والبعض الآخر أكد أن هناك طلباً لافتاً على شراء هدايا معينة تزامناً مع مناسبة عيد الحب أي أكو ناس تطلب هدايا الفالنتاين دي تجي تسأل أكو هكو هدايا أكو عدكم هكو توزيعات أو فتشية إحنا موجودة عدنا قد تبدو الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر جرأة في تناول مناسبة عيد الحب فالمغردون والناشطون استغلوا الإنترنت للتعبير عن احتفالهم بهذه المناسبة بالمقابل هناك من يعتقد أن عيد الحب وسيلة إلهاء للشباب والتأثير على ثقافاتهم وقناعتهم المتوارثة رغم أن مظاهر الاحتفال بعيد الحب في الأمبار بدت واضحة على واجهة المحال المختصة بالهدايا إلا أن الغالبية من السكان هنا يفضلون عدم إظهار احتفالهم تجنبا لانتقادات من تيارات مجتمعية محافظة ضياء محمد الحرة محافظة الأنبار ترجمة نانسي قنقر